معلومة كده في السريع فيه عملة كتيرة اللي هي بتبقى مهتمة او اللي بتشتري شواء ارجي بجنينة في الكمباوندات دايما بتسأل هو ليه المطور بيبقى حاطة بند في العقد بتاعه بيقول ان الجنينة ديت بتكون حق انتفاع على الرغم ان العميل بيكون دافع تمانها بالكامل وده لان المطور لو كتبها لك في العقد انها تمليك فده طبعا بيدي لك الاحقية ان حضرتك تقدر تستخدم الجنينة ديت زي ما انت عايز وممكن كمان تبني فيها فده طبعا بيبقى غير مسموح تماما فعشان كده دايما المساحة بتاعت الجنينة ديت بتكون حق انتفاع على اساس ان حضرتك تستخدمها كجنينة بتكون ملحقة بالشقة مش اكتر من كده وممكن حضرتك تحط فيها مثلا برجولة يعني دي برضو بتبقى ما فيش فيها مشكلة فده كده بس كانت معلومة بسيطة للعملة اللي بتسأل في النقطة ديت وهموما لو فيه اي استبصارات عند حضراتكم ولو فيه اي حد محتاج اني اساعد ورشح له الفرص الاستثمار واعرف حضرتك بالمشاريع اللي هي تتناسب مع الطلب بتاع حضرتك وتكون في حدود الميزانية بتاعتك تقدر تبعث لي اي مصج على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة او فيه لينك موجود في اول الوصف وحضرتك مجرد ما تضغط عليه بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيه طبعا الخدمة دي بتكون مجانية وتحت امر حضراتكم في اي وقت وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة